موسيقى هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو حلقة جديدة من عين على عمان ورحب بكم أنا أحمد الكندي قطاع البنونك استعاد عفيته وسجل نموا في الأرباح الصافية بنسبة 25% بنهاية الربع الثالث وأكثر من 170 من الشباب يشاركون في 17 قطاعا فنيا لوضع أسس للاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان محافظة الضفار تشهد عودة السياحة الشتوية عبر رحلات الطيران العارض من الأسواق الأوروبية ومواضيع أخرى سنتابعها سويا بعد باقة إخبارية موسيقى وقعت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مذكرات التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البري والجوي والاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجالات الطرق البرية والملاحة الجوية والتعاون في مجالات التحول الرقمي والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ورعاية المواهب والشركات التقنية اعتمدت سلطنة عمان اعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا لبعض الفئات واعتمدت تطعيم الأطفال من عمر الخامس إلى الثانية عشرة ابتداء من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري مع عودة الطلبة لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المدارس وقعت وزارة الثروة الزراعية والسماكية وموارد المياه اتفاقية مع شركة المطاحن العمانية تشتري بموجبها الأخيرة محصول القمح المنتج محليا من المزارعين في الموسم القادم بعد نجاح موسم هذا العام حيث بلغت الكمية التي اشترتها المطاحن العمانية 325 طن من القمح العماني بينما بلغ الانتاج المحلي حوالي 2700 طن من القمح أهلا بكم من جديد حقق قطاع البنوك المدرجة ببورصة مسقط نموا في أرباحه الصافية في 9 أشهر بنسبة 25% على أساس سنوي ومن بين ثمانية بنوك سجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 140 مليون ريال عمانية استعادت البنوك العمانية مستويات ما قبل جائحة كورونا وقفزت الأرباح الصافية للبنوك الثمانية المدرجة في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 271 مليون ريال مقابل 216 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموا بنحو 25% ترفق ذلك مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد العماني خلال العام الجاري والذي انعكس إيجابيا على نتائج القطاع المصرفية فبشكل عام القطاع البنكي كانت نتائجه جيدة في هذه الفترة الأسباب الرئيسية خلف هذا الأداء كانت هناك انخفاض في معدل القروض المتعثرة ومخصصات التي اتخذتها هذه البنوك وكذلك أيضا هناك تحسن في إرادات الفوائد على القروض وهذا بساهم بشكل عام في الإداء الإيجابي خلال هذه الفترة الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال أزمة كوفيد-19 وتنفيذ حملة تحصين موسعة ساهمت في تسريع التعافي الاقتصادي ويعادة افتتاح العديد من الأنشطة التجارية بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط ونتائجه الإيجابية على زيادة الإيرادات الحكومية نتوقع خلال الرابع بأن تستمر أرباح البنوك في التحسن السبب الرئيسي خلف ذلك هو تمديد القرارات التي اتخذها البنك المركزي لتسهيل الإقراءات المتضررين من قائحة كورونا فبالتالي هذا سيدعم البنوك من ناحية تخفيض القروض المتعثرة فبالتالي سنتوقع أن نشهد نتائج أيضا قيدة مشابهة لنتائج الربع الثاني والربع الثالث من هذا العام وبالشكل العام هذا يسدعم النتائج لهذه السنة وارتفعت أرباح جميع البنوك باستثناء بنك عمان العربية الذي تراجعت أرباحه الصافية من 13 مليون ريال عماني إلى 11 مليون ريال وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 140 مليون ريال مقابل 113 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي وتشير التوقعات المصرفية بتحقيق المزيد من النمو في المؤشرات المالية مع عودة العديد من الأنشطة التجارية وتخفيف القيود المفروضة نتيجة لجائحة كورونا صعدت أرباح بنك نزوة بنسبة 6% إلى 9 ملايين ريال وأعلن البنك عن زيادة في الدخل التشغلي بنسبة 15% بإجمال 32 مليون ريال وزيادة في قيمة الأصول إلى 1.3 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث تفاصيل أكثر عن أداء أول مصرف إسلامي في عمان نتابعها مع خالد الكائد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة استطاع البنك بحمد الله أن يحقق نتائج طيبة فيها نسب نمو في مختلف عناصر المركز المالي في جانب التسهيلات وفي جانب الودائع وفي الربحية كذلك هذه نسبة الربحية ونسبة النمو فاقت مثيلاتها في القطاع المصرفي بشكل عام وجاءت حقيقة متآتية مع التوقعات التي وضاحة مجلس الإدارة للبنك هذه النتائج الطيبة حقيقة تحققت مع الاستمرار في التركيز على الجودة في جودة الأصول وفي وضع سيولة مريح كذلك انعكس ذلك على النتائج الربحية للبنك هذا جاء أيضا متزامن مع النجاح الذي يتحقق لصناعة المصرفية الإسلامية في السلطن إذن استاذ خالد مع هذا النمو في قطاع الصيرف الإسلامية ما هي توقعاتكم للمستقبل لهذا القطاع سواء كان في بنك نزوة أو في السلطن بشكل عام؟ نرى أنه خلال الفترة القصيرة القادمة السنوات القليلة القادمة قد تصبح الحصة السوقية للصيرف الإسلامي في السلطنة ما يقارب العشرين بالمئة وهذه نسبة مؤثرة حسب تعريف البنك المركز العماني أصبحت الصناعة المصرفية الإسلامية جزء مهم ومؤثر في القطاع المصرفي العماني وفي الاقتصاد العماني فهذا كلها مؤشرات إيجابية أظهرت آخر الأحصائيات من مجلس الخدمات الإسلامية أن قطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة قد احتل المركز الخامس عشر عالميا في فترة تقل عن تسع سنوات وهذا أيضا إنجاز كبير يسجل حقيقة الفضل فيه إلى الجهات الرقابية بداية تحديدا البنك المركزي الذي أعد العدة وهيئ لهذه الصناعة أن تستمر من خلال البنية التحتية والمتابعة فحقيقة هم أصحاب فضل في ذلك كذلك تم تمييز الصناعة المصرفية الإسلامية كونها من أفضل الممارسات ضمن الممارسات العالمية وهذا حقيقة إنجاز يجب المحافظة عليه ويجب الاستمرارية نرى كذلك هناك فرص لا زالت مؤاتية للصيرف الإسلامي لكي تقدم الأكثر للقطاع المصرفي والاقتصاد الكل العماني فننظر في هذه المرحلة القادمة وهي مرحلة 2021-2025 لهذه الصناعة أن يكون لها استراتيجية هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة عمان 2040 وأن يتم متابعة هذه التطورات بفترات متقاربة لنتأكد أن هناك قيمة إضافية تقدمها هذه الصناعة للاختصاد الكل العماني ونحن في مرحلة التعافي من جائحة كورونا كيف استفدتم في بنك نزوة من آثار هذه الجائحة إيجابيا في معاملاتكم وفي منتجاتكم المصرفية حقيقة إنه تعتبر اختبار ونحن في بنك نزوة نعتبر اختبار نجح في البنك في الوقوف والاستمرار يسجل الفضل بداية للجهات الرقابية وتحديدا البنك المركز العماني جاء في وقت مبكر ليعطي برنامج من التحفيز للقطاع الاقتصادي ككل والبنوك تحديدا حيث أعطى امتيازات للبنوك استطعنا من خلالها أن نسيطر على وضع السيولة وكذلك استطعنا أن نكون الوسيط الذي يحقق هذه المنافع التي وضعها البنك المركزي في توصيلها للقطاعات الاقتصادية فحقيقة اتباع التعليمات التي جاءت من الجهات الحكومية والبنك المركزي تحديدا كان هو العلاج الذي استخدمناه لتخفيف آثار هذه الجائحة كذلك الحال من خلال نظام التأجيل الذي قد من البنك المركزي وتسهيلات في وضع رأس المال وفي وضع السيولة كلها مكنت إدارات البنوك أن تتعامل بطريقة أكبر من المرونة في التعامل اتبعت البنوك سياسة تحفظية خلال الفترة بسبب الغموض في ماذا سيحدث بعد الجائحة هذه السياسة التحفظية مكنت البنوك من خلال عام وراء عام 2019-2020 أنهم يبنوا أيضا مخصصات لمواجهة ما سيحدث بعد الجائحة لأننا نعتقد في القطاع المصرفي الآثار الجائحة تستمر حتى وإن تم الانفتاح العام 2022 سيكون عام صعب لأنه سيعكس النتائج المالية للقطاعات المختلفة وسيتم إدراجها في الاحتساب للكرديت ريتنج وهو الوضع الاعتمالي للعملاء وفقا للبيانات المالية فالبنك المركز استطاع أن يعالج هذه الفترة بتعليمات خاصة للتخفيف وعطاء مجال للبنوك حقيقة من النواحي الإيجابية وقد يكون الإيجابية الوحيدة بالنسبة لأهل الجائحة هو التطور السريع الذي حدث في موضوع التقنية واستخدام الطريق إلى البنك من خلال الوجهة التقنية الإلكترونية هذا أحد الجوانب التي رأينا فيها تقدم كبير وهذا ساعد حقيقة في نقل حتى الممارسة ممارسة العملاء إلى ممارسة إلكترونية إذا أتينا على الاستثمار في القطاع التقني والتكنولوجي كيف استثمرتم في هذا القطاع وما هي خطط التوسع للبنك خلال السنة المقبلة؟ حقيقة بنك نزو بدأ في استراتيجية إلكترونية رقمية ما قبل الأزمة ونحن بدأنا قبل عام 2019 من خلال الموافقة على خطة استراتيجية رقمية موافقة عليها من مجلس الإدارة في بنك نزو بدأنا بتغيير البنية التحتية بعد مرور ثمان سنوات حدثنا كل ما يتعلق في التقنية من ناحية الأجهزة والاتصالات ثم نحن الآن بصدد تطوير النظام البنكي الرئيسي للبنك ونقله إلى مستوى جديد كذلك نعمل حاليا على إضافة بلاتفورمز لتلبية متطلبات قطاعات الأعمال استطعنا أن نطور كثيرا وننقل كثير من الخدمات والمنتجات إلى الموبايل أبليكيشن لبنك نزو بحيث أصبح الهاتف الآن يحقق كل الاحتياجات التي يريدها العميل بالأرقام بدأنا بحوالي 19% من العملاء يتعاملوا وفقا للجهات القنوات الإلكترونية اليوم مع عام 2021 نتكلم عن حوالي 50% من الصفقات التي تتم في بنك نزو وتتم باستخدام القنوات الإلكترونية هذا إنجاز كبير حتى فاق أو توقعات نحن كنا نتكلم على 30% إلى 35% لا بد من الاستمرار في ذلك نحن نرى في تقدم التقني فرص كبيرة استراتيجيتنا في بنك نزو أن يكون هناك تعاون مع الشركات ذات التقنية المالية بحيث أن نظام الشراكة هو يحقق المنفع الأكثر بحيث نكون قادرين على توسيع هذا النظام البيئي للأعمال الإيكوسيستم بحيث تستفيد كل الأطراف وبالتالي نحقق قيمة مضافة لدينا خطة كبيرة وطموحة فيما يتعلق في التحول الرقمي وأعتقد أن نزو خلال العامين القادمين سيقف على موقف جديد من ناحية التقنية يغير حتى في مفهوم الصيرفة الإسلامية وتعاملها وتقديمها للخدمات والمنتجة فاصل قصير ونعود إليكم في عين على عمان لنتابع بعد التعافي من الجائحة هيئة البيئة تواصل مشروع زراعة عشرة ملايين شجرة هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو شارك أكثر من 170 من الشباب في وضع خارطة طريق للصناعات الإبداعية في عمان من خلال المشاركة في مختبرات 17 قطاعا فنيا للخروج بأفضل السياسات والممارسات الإبداعية ووضع أسس للاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان أكثر من 170 شابا وفتا شاركوا في مختبرات خارطة الصناعات الإبداعية التي تعد الخطوة الأولى لتعريف وقياس الصناعات الإبداعية في سلطنة عمان هذا المشروع الذي تبنته وزارة الثقافة والرياضة والشباب سيجمع بيانات 17 قطاعا فنيا وتحليلها وفقا للمناهج العالمية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات والعاملين فيها الصناعات الإبداعية مثلها مثل أي صناعة يفترض أن تكون رافد ومحرك أساسي للاقتصاد لكن مع غياب البيانات غياب التوثيق لا يمكن اعتراف بها كصناعة لهذا جاءت فكرة هذا المشروع مشروع خارطة صناعة الإبداعية لوضع الأطر ووضع التشريعات اللازمة لتحويل هذه الصناعة إلى رافد حقيقي بكل معنى الكلمة لو أقدنا السينما على سبيل المثال من يصدقنا نايجيريا اللي البعض قد يصنفها عنها دولة عالم ثالث هي الدولة رقم ثلاثة عالميا من ناحية الدخل السينمائي نوليوود أصبحت تنافس بوليوود وهليوود وصار لها اسم مسرحيون وموسيقيون وفنانون شاركوا في المختبرات التي شملت جميع مجالات الفنون والآداب ناقشوا محاور السياسات الإبداعية والتشريعات والقوانين وأفضل الممارسات المقترحة من التجارب الدولية لتقوية القطاع الإبداعي والضمان الاجتماعي والمالي للعاملين في الصناعة الإبداعية طبعا بعد اختيار الأمم المتحدة لعام 2021 عام للصناعات الإبداعية توجهت الكثير من الدول خصوصا الدول المجاورة للسلطنة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السعودية لتعديل هذه القطاعات وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المبدع ونحن نؤمن بأن في السلطنة هناك العديد من الشباب المبدعين في مختلف القطاعات ونسبة كبيرة منها أولئك الشباب هم عاملين في العمل الحر أو ما يسمى بالفري لانسر ولا يتم رصد مساهمتهم الاقتصادية أو الأنشطة التي يقومون بها وكذلك لم يتم رصد الخدمات الإبداعية التي تصدر إلى خارق السلطنة فهناك فرص كثيرة في هذا القطاع نطمح بأن يتم التركيز عليها ويتم استثمارها مستقبلا تحويل الصناعات الإبداعية إلى اقتصاد استثماري ممكن أن يعود بالنفع للفرق المسرحية أو للممثل بصورة عامة المسرح يحتاج لمثل هذه الخطط الاستراتيجية ويحتاج أيضا إلى الالتفات أكبر من ما هو موجود أتوقع أن بعد هذه القلسات التي ستأتي ثمارها للصالح الفن بصورة عامة والمسرح بصورة خاصة قد يصل المسرح إلى أماكن أبعد أماكن حتى عالمية إن شاء الله والمسرح المماني أيضا متحقق من خلال مشاركات محلية أو مشاركات دولية وما نتمنى أكثر أن يكون الاهتمام أكبر إن شاء الله في المرة القادمة ويسعى المشاركون إلى رفع تأثير القطاعات الإبداعية في الاقتصاد العماني وتوفير البيئة المعززة وفرص الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الإبداعي ويعقب هذا العصف الدهني مشاركة المبدعين من أصحاب الخبرات المتقدمة ممن لم يحصلوا على فرصة المشاركة في جلسات النقاش يعقبها تحليل للبيانات حتى إطلاق منهجية واضحة للقطاع الإبداعي في سلطنة عمان بدأت الحركة السياحية الشتوية بالعودة لمحافظة الضفار بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتقدم وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع شركاء سياحيين برامج ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية لاستعادة مستويات ما قبل جائحة كورونا التي بلغت في العام 2018 أكثر من 37 ألف سايح بالموسم الشتوي المزيد مع خالد العزري مدير الأنماط السياحية في إطار الجهود المبذولة للتعافي من جائحة كورونا وتنفيذ العديد من المشاريع لتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة ومباشرة والدور الهام المناط بوزارة التراث والسياحة لتحفيز وتمكين السياحة الدولية من هنا أتت أهمية الطيران العارض والذي يمثل حقيقة أهمية اقتصادية كبيرة للقطاع السياح لدوره في تنشيط الحركة السياحية ورفع نسبة الإشغال الفندقي ناهيك عن استفادة المجتمع البحلي من البرامج المعدة لهذا النوع من السياحة في حقيقة الأمر الآن المحافظة الوحيدة التي تقوم باستقبال سياح الرحلات العارضة هي محافظة الظفار ولكن نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتفعيل مطارات مسندم وصحار وادقهم في وقت لاحق إذن كيف تروج وزارة التراث والسياحة للموسم السياحي الشتوي واستغلال يعني هذا الموسم من خلال الطيران العارض في هذا الجانب تم الاجتماع مع ممثلي الشركات العالمية المسجرة للرحلات العارضة وتم التواصل المباشر مع هذه الشركات ما لمسناه من خلال هذا التواصل هو أمر يدعو إلى التفاعل في حقيقة الأمر في طلب متزايد من الأسواق العالمية لزيارة السلطنة وخاصة محافظة الظفار من الأمور الهامة جدا تم التنسيق مع المركز الوطني للحصاء والمعلومات لبدء في مشروع احتساب العائد الاقتصادي من الرحلات العارضة وهذا حقيقة سيساعد في رسم الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير هذا القطاع إذن ما هي أهم المقاصد والفعاليات التي يقصدها السائح في محافظة الظفار في هذا الموسم؟ تزخر المحافظة بالعديد من المقاومات السياحية وما يميز محافظة الظفار هو التنوع في الأنماط والتجارب السياحية من ضمن أهم أجندة البرامج السياحية هي زيارة متحف أرض اللوبان والذي يعد أحد الشواهد الحضارية والمقاصد المتميزة التاريخية والأثرية بالمحافظة كذلك زيارة الأسواق الشعبية وزيارة المواقع الطبيعية كالشواطئ البكر مثل شاطئ الفزائح ومنطقة المغسيل وكذلك ممارسة أنشطة المغامرات على الشواطئ وفي المناطق الصحراوية التنوع الموجود في الأنماط والتجارب السياحية يمثل إضافة لهذا النوع من القطاع ما هي الأسواق التي عادة تصدر السياح لموسم الشتاء في ظفار؟ وهل تتوقع عودة الأرقام قبل جائحة كورونا؟ يصعب التكهن الآن بتحقيق نفس الأعداد السابقة وذلك بسبب قيود السفر العالمية ولكن نطمح حقيقة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق الأعداد السابقة ولربما الأعداد هذه تزيد في المراحل المتقدمة ومن خلال تفعيل المطارات التي ذكرتها سابقا من أهم الأسواق المستهدفة للرحلات العارضة في محافظة الظفار هي الجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الإيطالية وهناك بعض الأسواق الواعدة كبولندا واسلوفاكيا ومن جمهورية تشيك كذلك تستقطب المحافظة الأعداد الكبيرة من سياح الرحلات العارضة تستثمر هيئة البيئة في سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من الشركات في مشروع زراعة عشرة ملايين شجرة من النباتات البرية العمانية بهدف زيادة الغطاء النباتي والحماية من التغير المناخي نتابع التفاصيل في التقرير الآتي تنفذ سلطنة عمان مبادرة بيئية لزراعة عشرة ملايين شجرة بهدف زيادة الغطاء النباتي واستدامته وخفض انبعاثات ثانيوكسيد الكربون المشروع الذي انطلق بداية عام 2020 يأتي مدعوما من المؤسسات الحكومية والشركات ومنسجما مع التوجه العالمي بتعزيز الحماية من آثار التغير المناخي ودعم التنوع البيولوجي طبعا مبادرة تستزرع عشرة مليون شجرة هي مبادرة تهدف إلى مكافحة التصحر وتثبيت التربة وزيادة رقعة الخضراء وتحسين الأجواء والمناخ وكذلك لتساهم إسهاما فعالا في خفض الانبعاثات كالتزام عماني تجاه كوكب الأرض وأتى في مرحلة استباقية قبل العديد من المبادرات التي طلقت في هذا الشأن وتأكيدا على جهود السلطنة الرامية إلى التعاضد مع التوجه الدولي لخفض الانبعاثات وعلى الضفة الأخرى حقيقة يعني في مجال التكيف المناخي نظمة السلطنة ونفذت مجموعة مختلفة من المشروعات على مدار عقدين وأكثر من سدود الحماية ومن سدود التغذية ومن تعميق الأودية وجميع هذه المشروعات هي ضمن مشاريع التكيف المناخي التي تتجاه سلطنة لتحقيقها بالإضافة إلى مشاريع التخفيف المناخي المشروع يركز على زراعة الأشجار البرية المحلية ومستفيدا من المياه المعالجة لتحقيق الاستدامة البيئية والتوازن الكربوني ورفع الجدوى الاقتصادية ورغم تحديات الجائحة استطاع شركاء المشروع زراعة 200 ألف شجرة خلال العام الماضي في كفة أرجاء السلطنة وأنشيت عدة مشات الجديدة وبنك للبذور طبعا نحن سعداء في شركة أوكيوب الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البيئة في هذه المبادرة من أجل عمان خضراء يتماشى هذا مع قهود السلطنة في زرع أكثر من عشر مليون شجرة نحن في أوكيوب تدانى بالفعل المشروع حاليا تم زراعة أكثر من 13 ألف شتلة ونأمن إن شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمة أن نتقاوز 500 ألف شجرة مثمرة ويأتي ذلك طبعا من خلال عمل ما لا يقل عن خمس مشاتل مخصصة لهذا المشروع الحمد لله هناك فريق مشترك تم زراع أكثر من 50 ألف شجرة هذا العام تم نثر وغرس أكثر من مليون بذرة باستخدام الدرون في ولاية محوت بمحافظة الوسطى هذا العام تم أيضا استخدام بعض التقنيات كالزراعة بالصناديق المائية في مقر شركة تنمية نفط عمان وهناك 500 وحدة أخرى إن شاء الله سيتم زراحتها لاحقا خلال هذا العام بإذن الله تعالى والجهود حقيقة مستمرة من جميع الشركاء سواء كانوا في هيئة البيئة أو من القطاع الخاص والشركات المتعاقدة مع الشركة لتحقيق هذه المبادرة وتجتمل خطة عمل هذه المبادرة على زراعة الأشجار في مختلف المحافظات والشوارع والمتنزهات والأماكن العامة والخاصة بحسب توفر الموارد المائية على مدار عشر سنوات حتى العام 2030 بمعدل مليون شجارة سنويا من الأشجار البرية المعروفة في السلطنة ومنها الغاف والسمر والسدر هكذا مشاهدين وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من عين على عمان شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو ترجمة نانسي قنقر